طبعاً هذا المرض كما اتفقنا هو يأتي للأطفال يشبه إلى حد كبير الجدير المائي لكن الجدير المائي يصيب كل الجلد الجسم وخصوصاً الظهر والبطن لكن المرض الذي نتحدث عنه اليوم يصيب فقط اليدين والقدمين والفم في بعض الأحيان المرض يصيب أيضاً منطقة المقعدة ومنطقة ما بين الفكزين هذا المرض يسببه فيروس اسمه كوكزاكي A16 في بعض الأحيان أيضاً يأتي أنواع أخرى من الفيروسات لكن أكثرهم فيروس كوكزاكي A16 هذا الميكروب يصيب الأطفال له فترة حضانة فترة الحضانة تقعد من حوالي من ثلاثة أيام لستة أيام في هذه الفترة لا يبدأ على الطفل بعد فترة الحضانة تبدأ تظهر الأعراض مثل